بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة التاسعة والستون بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن وباعثها المستمع عبد الرحيم عبد الله الأخ عبد الرحيم له جمع من الأسئلة في أحدها يسأل ويقول إذا قمتم بتقريم أظافري بعد الوضوء هل يؤثر ذلك على الوضوء أم لا؟ جزاكم الله وخيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإنه لا يؤثر تقليم الأظافر بعد الوضوء لأن الأظافر في حكم المنفصل ولا حرج في ذلك إن شاء الله وتقليم الأظافر كما ثبتها السنة أنه مكسال الفطرة ومأمور به نعم جزاكم الله وخيرا وأحسن إليكم أيضا يسأل ويقول عندما يجمع المسافر الصلاتين جمعة أخير فبأيهما يبدأ عند أدائها وجهون إلى هذا الأمر جزاكم الله وخيرا عندما يجمع المسافر الصلاتين جمعة أخير فبأيهما يبدأ عند أدائها جزاكم الله وخيرا إذا جمع المسافر جمع تاخير يبدأ بالصلاة الأولى مثلا إذا جمع الظهر والعصر بوقت العصر يبدأ بالظهر ثم يصلي بعدها العصر وإذا جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء فإنه يبدأ بالمغرب أولا ثم يصلي بعدها العشاء لأن الترتيب بين الفرائض واجب هنا جزاكم الله خير إذا لحق المسافر ركعتين مع إمام مقيد هل يسلم مع الإمام أم يتم الأربع ركعات إذا دخل المسافر مع المقيم فإنه يجب عليه إتمام الصلاة لأن حكمه حكم الإمام في هذه الحالة يجب عليه إتمام الصلاة ولو لم يدرك من الصلاة إلا آخرها ولا يجوز له أن يسلم من ركعتين ويعتبر هذا من القصر في السفر لأنه في هذه الحالة ليس له قصر في دخوله مع الإمام المقيم يجب عليه إتمام جزاكم الله خير وأحسن إليكم أحد الأخوات تقول متسنين تسأل فضيلتكم جمع من الأسلة في أحدها تقول لي قريبة تدرس في أحد الكليات وفوجئنا بأستاذ يسألهن هل هناك حق عذاب في القمر وهل يوجد دليل في القرآن على عذاب القمر وحصلت مناقشة شديدة بين الطرفين وكل منهم يؤيد رأيك لطلب من الطالبات إحذار دليل من القرآن على عذاب القبر فما هو الرد على ذلك من أستاذ جزاكم الله خير وأحسن إليكم عذاب القبر أصلى الله العافية ثابت في الكتاب والسنة تواترت الأدلة في ثقوة عذاب القبر وهو معتقد أهل السنة والجماعة وإنما ينكر عذاب القبر المعتزلة وهم فرقة غالة لا عبرة بقولها والأدلة من الكتاب والسنة على عذاب القبر كثيرة منها الإجمع إجمعها للسنة والجماعة علىها ومنها قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها وجوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلة فرعونة أشد العذاب قوله تعالى النار يعرضون عليها وجوة وعشية هذا في الدنيا في عذاب القبر لأنهم أموات لقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلة فرعونة أشد العذاب لعلى أن لهم عذاب في الدنيا وهو عذاب القبر وعذاب عند قيام الساعة في الآخرة تنالك قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرتعون جاء في تفسير الآية أنه مراد بذلك عذاب القبر وأما الأدلة من السنة هي كثيرة منها الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعالة بالله من أربع في آخر التشاهد الأخير قال استعيدوا بالله من أربع من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال هي أدلة كثيرة من عذاب القبر جزاكم الله خير وأحسن إليكم ما هو التحصين وهل هو حرام أم حلال وكيف يتم التحصين على المال والأولاد وما هي الآيات والأدعية لذلك جزاكم الله خير التحصين نعم نعم الورد الذي يحفظ الله به الإنسان ويحفظ به ماله الورد المشروع بأن يأتي بالأوراد المشروعة في الصباح وفي المساء من ذلك قراءة آية الكرسي وقراءة سورة الإخلاص والمعودتين وتكرار هذه السورة ثلاث مرات ومن ذلك الأدعية المشروعة وكذلك من تحسين المال الصدقة وإخراج الزكاة لأن الزكاة تحصن المال كما جاء الأحاديث حصنوا أموالكم بالزكاة وما هلك مال في بر أو بحر إلا بسبب لا العزكات أو كما جاءه صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير وأحصن إليكم تقول أنا فتاة ملتزمة دينيا ولله الحمد وتكمن المشكلة عندي في عدم إقبالي على دين الله وكتابه بشكل كامل ويدخل الشك في قلبي من استجابة الله لدعائي وأحس أنه يأتي بعكس ما أحب وأدعو أرجو أن توجهوني إلى هذا حتى أكون خاشعة إذ أني كثيرا ما أرجأ إلى غماض عيني من أجل أن يبقى ذهني مركزا فيما أقرأ وأدعو به جزاكم الله خيرا المسلم يدعو الله عز وجل ويجتهد في الدعاء ولا يكون في نفسه يأس أو قلوط من رحمة الله أن هذا من الشيطان الله جل وعلا أمر بدعائه ووعد بالإجابة فيحسن المسلم ظنه بربه وقد جاء في الحديث ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة فالذي يدعو الله يحسن الظن بربه ويوكن بالإجابة ويجتهد في الدعاء ولا يتطرق إلى نفسه الياس والقلوط وكما جاء في الحديث لا يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي بل يكثر من الدعاء ويلح ولا يستجوب مع الشيطان في تطرق الياس إلى نفسه وقد جاء في الحديث أن المسلم لا دعا ربه عز وجل فإن الله عز وجل إما أن يجيب دعوته يعجل له ما طلب وإما أن يؤجله إلى وقت يكون أنفع له مما لو عجله فالمسلم إذا دع الله سبحانه وتعالى موقن بالإجابة فإنه لن يفلس أبدا إما عاجلا وإما آجلا والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى ولكن يلتزم المسلم بآداب الدعاء ويتجنب أكل الحرام وموانع الدعاء ولا يدعو بإثم أو بططيعة رحم جزاكم الله خير وأحسن إليكم إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة وضمنتها قضية تقول فيها لوالدة مرتزمة والحمد لله من حيث الصلاة والصيام والتهجد ليلا لكن هناك مشكلة واحدة هي أنها دائما تدعو على أولادها وتدعو عليهم كثيرا وتتخير أوقات الإجابة ونحن نخاف من ذلك مدعاء فبماذا توجهوننا حتى نصرفها عن ذلك جزاكم الله خير أولا وجهوا أولادها لأن لا يغضبوها ولا يسيءوا إليها وثانيا أنصحوها هي لأن لا تدعو لأن لا تدعو على أولادها لأن دعاء الوالد مستجاب أنصحوها لأن تصبر وأن ترفق لأولادها ولا تدعو عليهم جزاكم الله خير وأحسن إيديكم رسالة بتوقيع أحد الإخوة يقول أخوكم أبو همر أبو همر يقول لقد اتررت إلى اقتراض مبلغ من المال لحاجتي الشديدة إلى ذلك واتوقت مع صاحب المال على أن أقوم بسداد على أقصاد ولكنه اشترط علي قبل أن يعطيني المال أن أدفع فائدة على هذا المبلغ من بسداد وأنا عندما أخذته منه كانت نية أن أرد له أصل القرن فقط ولا أدفع له الفائدة حتى لا أقع في الربا فهل هذا جائزا أم كيف أتخلص من هذا الموضوع جداكم الله خيرا هذا الأمر كما ذكر السائل الربا القرض بالفائدة ربا صريح ولا يجوج للمقرض أم يشترطها لإزياله لأنها لأول الربا وقد لعنى النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه الله جل وعلا يقول فأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعرة واتقوا الله لعلكم تفلكون واتقوا النار التي أعدت للكابرين يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل محس ما كسبت وهم لا يظلمون الواجب على المسلم أن يخاف الله عز وجل وإذا أراد أن يقض أخاه فيحتسب الأجر ويكون قرضا حسنا أما الربا فإنه لا يجوز بحال من الأحوال ولا يجوز لك أن تدفع له الزيادة لأن لا تكون ملعونا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبة وليس له إلا رأس غاله جزاكم الله خير وأحسن إيديكم بعد هذا رسالة من أحد الأخوات المستمعات تقول وقتكم في الله ألف عين مين تقول أصلي الرواتب 22 ركعة أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر حل الركعتين اللاي بعد العشاء هما الشفر أم غير الشفر وأيضا الركعتين اللتين قبل الفجر حل هما الرغيبة أم غيرها جزاكم الله خيرا الركعتين اللتين بعد العشاء هما الراتبة أما الشعر فإنه يكون قبل البتر فالركعتين راتبة للعشاء وإذا أراد أن يتر فإنه يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة تشفع له أو يصلي ما تيسر من الصلاة مثنى مثنى ثم يختم صلاته بركعة واحدة تلتر له ما صلى فالحاصل أن الشفع والوتر غير راتبة العشاء وكذلك ركعتنا قبل الفجر الراتبة لا تسمى رغيبة وصلوات الرهائد المذكورة بدعة هذه التي هي أول رجل هذه بدعة جزاكم الله خير وأحسن إليكم تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تربس القفازين هل يجب عليها أن تكشف وجهها بعد الإحرام في جميع المناسك أم عند الطواف والسعي فقط ويمكن عندما تكون المرأة ذاهبة للحج تجد اختلاطا مع الأجانب في المواصلات وهي معها محرمها حيث تبقى كاشفة للجه أم كيف توجهونها جزاكم الله خيرا لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال غير المحارم سواء كانت محرمة أو غير محرمة ولم يطلب منها شرعا أن تكشف وجهها وهي محرمة وإنما طلب منها أن تنزع البرقع والنقاب عن الوجه وأن تنزع القفازين عن اليدين وتغطي وجهها بالخمار وتغطي كفها بالسياد لأن الوجه والكفين عورة وتغطيهما عن الزجال بثيابها وبخمارها وإنما نهيت عن اللباس المخصوص هو النقاب والبرقع على الوجه أو القفازان على اليدين ولم تنهى عن الغطار ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمة إذا مر بين الرجال سدلت إحذان خمارها من على رأسها على وجهها إذا جاوزون كشفنا هذا نص واضح في المسألة وأنه ليس مطلوبا من المرأة المحرمة أن تكشف وجهها عند الرجال وإنما مطلوب منها تجنب البرقع والنقاب وتجنب القفازين على اليدين وأما وجوب الغطاء فإنه باق على أصله إذن المقصود القفازين والبرقة في حد ذاتهما لا الحجاب شيخانا لا الحجابين جزاكم الله خير وأحسن إليكم تقول صاحبة هذه الرسالة بعض الأحيان أذهب مع زوجي إلى بعض الحدايا وعلى شاطر البحر والاختلاق مع رجال أجانب هل يجوز لذلك؟ لا يجوز الاختلاق مع رجال أجانب لما يسبب من القتنة ونظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال فهذا حرام ومنكر سواء كان على الشواطئ أو على غيرهما والواجب على المرأة المسلمة أن تبتقي الله سبحانه وتعالى وتتجنب هذه المواطن الفاتنة فما أن الواجب على الرجال من باب أولى أن يتجنبوا هذه المواطن التي يحصل فيها فتنة ويحصل فيها اختلاط بل الواجب على الجميع إنكار هذا المنكر والقيام والسعي في إزالته لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ألعف الإيمان جزاكم الله خير وأحسن إليكم المجتمع لا في ناصر البلوي من أبي راكا بعث يسأل ويقول هل الكحل سنة في حق الرجال جزاكم الله خير نعم من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتحال والعينين ويما فيه من الفراعي دائما والعينين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله نعم هل الكحل والعطر والكريم من مفطرات الصوم في رمضان وماذا إذا حصل شيء من ذلك والإنسان صايم جزاكم الله خيرا الكحل لا يفطر وكذلك الكريم الذي يوضع على الجلد مدهن به الجلد كل هذه الأمور لا تفطر وكذلك الطيب طيب شم الطيب السائل أيضا لا يفطر إنما الطيب الذي له أجزة تتطاير إلى الأنف كالسحوق والمسك أو غير أو البخور هذا هو الذي لا يقصد الصايم شمه لأنه يتطاير ويدخل في أنفه ويصل إلى دماغه ويحصل منه تنشيط ويحصل منه رسول إلى الدماغ وإلى الحق لا يشمه هذا الطيب الذي له أجزة تتطاير أما الطيب السائل والطيب الذي لا أجزة له تتطاير إلى الأنف لا نعمله للصايم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل ويقول إذا كان الإنسان صائما وأذن المؤذن هل يشرع في الإفطار عند بداية المؤذن أم ينتظر حتى ينتهي المؤذن ثم يفطر إذا كان المؤذن مؤذن على الوقت منغبط على غروب الشمس فإنه يفطر عند أول ما يشرع في الأذان لأن المؤذن في هذه الحالة يكون متأكدا من غروب الشمس وإذا غربت الشمس أفطر الصايم ولا ينتظر إلى أن يفرع من الأذان جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المسلي إذا أراد أن يصلي السنة يتحرك من مكانه الذي صلى فيه الفرق إلى مكان آخر ما الحكمته في ذلك؟ لم يثبت دليل في انتقاله ولكن إذا فعل هذا فلا بس من أجل تكثير مواطن العبادة يقول بعض الفقهاء أنه يستحب لأجل تكثير مواطن العبادة ولكن في الواقع لا دليل صحيح على هذا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة من سوريا بتوقيع إهداء أخواتنا من هماك تقول للمعذبة أم علاء من دمشق سوريا تقول إنها مصابة بالوسوسة نسأل الله العافية لنا ولها ودي كل مسلم وتقول إنها كثيرا ما تشكوا حتى في نجاسة الصنابير والأواني وتقوم بغسل ذلك بالماء والصابون عند كل مرة وحينئذ تسألكم شيخ صالح كيف المخرج من هذا البلاج إلاكم الله خيرا هذا وسواس من الشيطان المخرج أن تستعيذ بالله من الشيطان وأن تترك هذا الشيء ولا تلتفت إليه ويزول عنها بإذن الله تكثر من ذكر الله والاستعادة من الشيطان ولا تلتفت إليه ويزول عنها بإذن الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة من أحد الأخوة يقول من الجمهورية اليمنية تعيذ وباعثها ولي المرأة فوزية الوجيه يسأل ويقول حدثونا عن حق الميت بعد وفاته بساعة كيف نتصرف حينئذ جزاكم الله خيرا إذ أن بعض الناس يدبحون الماشية وهذا معروف باسم العشاء حل هذا من المشروع جزاكم الله خيرا هذا غير مشروع ببح الزبائح عند وفات الميت أو بعده بساعة أو ساعات والتزام ذلك أمر غير مشروع ومبتدع لا دليل عليه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو ورد في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ورد المشروع إلى توفي المسلم أن يبادر بتغسيله وتكفينه تجهيزه والصلاة عليه ثم حمله إلى قبره والدعاء له والاستغفار له هذا هو المشروع أما زبح الزبائح عند موته واعتقاد أن ذلك مشروع وموقع في هذا الوقت هذا من البدع جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يتحدث أيضا ويسأل شيخ صالح عن قراءة القرآن الكريم في يوم وفاة المتوفى وأيضا من الاستمرار في ذلك لمدة ثلاثة أيام والزبح أيضا خلال تلكم الأيام ويسأل فلولتكم التوجيه عن تلكم البدع في الجناز جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وهذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان قراءة القرآن بعد وفاة الميت وجمع المقرئين واستئجار المقرئين وعمل السرادقات والاحتفالات وصنعة الطعام كل هذا من البدع ومن الآثار التي تكلف المسلمين وتشق عليهم وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من المياحة وكل هذه الأمور بدع جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول إنه عندما يحمل الميت يقولون بصوت جماعي لا إله إلا الله ويقال ذلك عدة مرات وحينئذ يمشون بين مسرع ومتأمن كيف توجهون الناس جزاكم الله خيرا رفع الصوت بالذكر مع الجنازة إدعى ولا يجوز والمطلوب المطلوب المطلوب خفض الصوت وعدم الغجيج وتذكر الموت وتذكر الآخرة والدعى للميت والاستغرار له هذا هو المطلوب والمشي يمشى به حسب حسب الاستطاعة حسب الاستطاعة لا يسرع به جدا ولا يتباطع وإنما يمشى حسب الاستطاعة والطاقة لمشيعين ولا يشك عليهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح في الختامة وده لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان اللقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء شكرا للشيخ صالح وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحجن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية الشعودية الرياض الإذاعة برنامج مورن على الدرب مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته